هنروح للعبة أخرى وهي كمال الأجسام الحقيقة مصر بتعمل فيها إنجازات كبيرة جدا وإنجاز تاريخي كبير لكمال الأجسام أو لعبة كمال الأجسام في مصر حتى الآن تأهل خمس لعبين لمستر أولومبيا القادمة في شهر ديسمبر القادم ولأتفكركم آخر لقابين لمستر أولومبيا حقاهم كان بيجرامي ضفنا اللي جلنا هنا في قناة النادي الأهلي الأهلاي والله الكبير يعني مصر النهاردة ده طبعا سلد بيجرامي في آخر بطولة ليه في مستر أولومبيا خمس لعبة بيتأهلوا لمستر أولومبيا حتى الآن في العدد مرشح للزيادة طيب مين؟ إنجاز جديد حقاهم أبطال كوشكواد على فكرة بيلعبوا كلهم في فريق كوشكواد الفريق ده فريق مصري بيرعى كل اللاعبين وطبعا أسسوا الأستاذ إسلام كرطام وبيرعى كل اللاعبين الكبار اللي حداكم شايفينه ولعبة كمان وراء الكواليس هنسمع عنه في الفترة اللي جاية كمان أجسام خادت طفرة كبيرة جدا طيب من اللاعب اللي راحوا مستر أولومبيا عندنا هتلاعب في شارك مستر أولومبيا هتلاعب مستر أولومبيا هتتلاعب في ديسمبر في لاس فيجاس في أمريكا برضو هي طبعا أم هذه اللعبة فلما نروح هناك نلافس الأمريكان ده حاجة كبيرة جدا الأبطال اللي تأهله من فريق طبعا كوشكواد كان محمد شعبان بعد فوز ببطولة تورونتو شو في كندا وحسن مصطفى بعد الفوز ببطولتين بورتريكو وأورلاندو برو والاثنين دول في الوزن المفتوح ده الوزن الأشهر بس عايزة أقول لكم أن مستر أولومبيا فيه أوزان تاني المفتوح عشان يبقوا مع البطل المصري بيجرامي صاحب الإنجاز الكبير طبعا وحامل اللقب 20-20-21 والمرشح طبعا الأول حتى الآن للقب السنة دي بإذن الله وتأهل محمد إمبابي في وزن 2-1-2 هي دي الأوزان أقول لكم عليها لو تأخذوا بالكم الشرطات دي بتتلبس مع 2-1-2 الوزن ده ومعها طبعا أحمد شكري في الفيزيك برضو في وزن تاني اسمه فيزيك بتأخذها تدريك يعني الفيزيك ده بعد شوية يبقى في 2-1-2 2-1-2 بعد شوية فيزيك وبعد 2-1-2 تروح على المفتوح أنت بتقعد تكبر وعضلاتك تكبر وجسمك يكبر بتلعب في وزن تاني أكبر وكمان مستنين مشاركة بطلاتنا أحمد الورداني يوم 24 ستمبر اللي احنا فيه في بطولة أورلاندو كلاسيك لو كسبها يتأهل وهي البطولة الأشهر في مستر أولومبيا بعد ما استلم دعوة المشاركة فيها ويتمنى له التوفيق طبعا لو فاز هيبقى اللاعب رقم 6 اللي هتأهلك عشان كده أقول لكم الرقم فيه ممكن يزيد فريق كوسكوات طبعا يعني شغال على كل الأوزان وبيرعى لعيبة يعني بيرعى ممكن 150 لعب لا معرفش رقم بس 150 لعبين بيبقوا بروميسين جدا وعايزين يعني يلعبوا لها رياضة دي ولكن بيبقى ما عندهمش الإمكانيات في هذا الفريق بيرعى الأبطال دول عشان يوصل بهم لعالمية وخلينا أقول لكم أنه جمال الأكسام أو كبال الأكسام هذه اللعبة بتحظى بشعبها كبيرة جدا يعني لو بصين على اللعيبة دول كلهم اللي وقفين على الستيج هتلاقي صفحتهم على السوشيال ميديا بالتين وثانة مليون متابعة لعبة بيحبوها الشباب بيحبوا لعبوا كبال الأكسام على مستوى العالم كله فلما تلاقي أبطال مصرين بيشاركوا بينافسوا الأبطال الأمريكان اللي هم رقم واحد في العالم بيبقى حاجة جيدة جدا فأكيد خبر زي ده بيساعدنا وهنتبعه بخلي بالكم من هنا لغاية شهر 12 مستر أولومبيا زي السنة اللي فاتت قبل مستر أولومبيا كان بيجرامي معنا والحمد لله يا رب كنوا مش هنا حلو عليه من هنا لشهر 12 اللي جاي هيكونوا معنا الأبطال دول بشكل أو آخر عشان نعرفكم عليهم ونعرفكم على حكم الجهد المبزول واللعيبة الزي دي بتحاول توصل للعالمية يعني بإمكانيات قليلة ولكن الفريق اللي هم بيلعبوا ليه أكيد بيساعدهم وأكيد بيمدهم بكل الدعم المعناوي والمدي عشان يوصلوا يحققوا يحطوا اسم مصر قدام إن شاء الله الوحوش بتوعنا وحوش كمال أجسام يعملوا نجاز كبير السنة دي في مستر أولومبيا اللي بتابعها ملايين بل مليارات على مستوى العالم